السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة هادو صديقات اللي هما مكفوفات والصدقة تكونت على اثير ميد راديو صديقات اللي هما يعيشنا في ظروف صحبة جدا فقر ونهاب للبصر ويواسي بعضهم بعضا بشكيواسي بعضهم بعضا بكلمات طيبة بعد مرات برسائف الواتساب فيها عبر فيها عضات واطلبوا الله سبحانه وتعالى يفرحهم في الجنة ويكونوا من المبشرين بالدخول اليها بلا سؤال ولا عقاب ولا عتاب لان ربي عز وجل لوعد ان من اخذ منه حبيبتيه يعني عينيه فصبر دخل الجنة وهذه الاسماء كل من ذكرتهم الاخت سميرة كلهم اخواتنا اللي هما فاقدات البصر وما عندهم ميدير في الحياة يعني ما كان لا صنعاء لا خدماء حتى الزواج صعب عليهم ويواسي بعضهم بعضا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وكاللي كنحاول ان قلل على زوج وكتلقى صعوبة كبيرة في الاندماج او كتلقى بان الزوج احتوى فقير خصلي يعونه ماديا لاقتناء محل سكن كي يقول يبقى تغيب الركع وحد الوضع اللي هو مؤلم وحد مجموعة منهم زرتهم في مدنهم في مختلف المدن المغربية وكتحاول على قدر ما تستطيع تقدم المساعدة وربه ولك يساعد ونحن غاو سطاء ولكن من اللي كان مشين عندهم كان استافد منهم قوة الايمان وقوة الصبر ومن اللي كان رجع كان حمد الله تعالى للنعم لعطانا ولا نكاد نلتفت اليها غير نعمة البصر رها نعمة عظيمة عظيمة جدا وهذه الفتيات ربي سبحانه وتعالى سحب منهم البصر ولكن قوة الايمان وقوة اليقين المشكلة الكبيرة هو انهم يعيشوا في اوساط فقيرة في اوساط اللي هي ضعيفة حتى ان ذكرت الاخت الوازنة مسكينة اللي هي فقدة البصر المنطقة يعيشوا فيها في الشمال ما عندهم مدخول المدخول الواحد اللي عندهم هو الزراعة دي القنب دي الكيف ما كتاكلش كتقول لك حرام كتاكل قليل جدا وبها رجل مسكين مكافح يقول لك تشلع طال الله نايا ما قينا من ديره وهي كتاكل قليل حتى صارتنا حيلة وفيها قوة الايمان وقوة اليقين ومن اللي كتتكلم كتسمع القرآن وكتذكر الحديث ارى واحد المجموع منهم كأنهم اولياء الله الصالحين ما عندهم والو وفقراء وراضين وحنا كنسمع بين الفين والاخرى ناس كيمتحروا غير اليوم ربما الصحفة كلك تكتب على بعض الناس اللي امتحروا شباب وشابات وغيرها وقالوا هذه ظاهرة سببها الفقر ماشي الفقر سببها سببها قلة الوازع الديني سببها قلة الايمان سببها عدم الثقة في الله لو شفوا الفقر اللي كيعيشوا هاد الاخوات المكفوفات وقد زرتهم في بيوتهم كل نمسكنا عايشة في براكة القصدير من الفوق من اللي كيكونشتا كتشعور بالمطر كينزليها وانهارك يكون الشمس والحرارة بحلقة سففران ومبتسيمة ومرضية ومهدية وكنا نمسكنا من غير فقدة البصر كتلقى عندنا فقدة البصر ومقعدة ومقعدة فقعدة وصبارات وراضيات والله اللي كنمشين عندهم كنستفد منهم الإيمان وكنستفد منهم اليقين ورحنا رعدنا أولياء الله الصالحين في البلاد لازالوا عايشين خصوصا من النساء نساء صالحات طيبات منكسرات وحاملين ربه الشكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله